اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر الدولة العميقة او اي شخص اخر في ادارة القضاء والدواء الامريكية تجعل من الصعب جدا على شركات الادوية الحصول على اشخاص لاختبار اللقاحات والعلاجات من الواضح انهم يأملون في تأخير الاجابة الى ما بعد التالت نوفمبر يجب التركيز على السرعة وانقاذ الارواح ويشار الى ان فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ظهر في اواخر ديسوبر 2019 في مدينة وهانا الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كتيف للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في جناير الماضية